بدنا يا شباب بي وبكم انتعاون في الدقائق هذه ونحث المشاهد الكريم أن يتبرع أن يشارك أن يبادر أن يقدم لهذا اليتيم حتى نصنع ابتسامته اتفقنا؟ طيب بعد ذي بدء لابد انحنا نعرف أن هذه الصدقات الله عز وجل يربيحة ترى ما ينقص مال من صدقة كما قال مسلم ما نقص مال من صدقة بل تزد بل تزد بل تزد فيمحق الله الربا ويربي الصدقات شو معنى يربي؟ يربي يزيد ينمي يطرح فيه البركة بعضهم حسب الدرهم تجيك لا المال اللي عندك الموجود عندك ربي يبارك فيه على هذا فيه رجال راتبه خمسة ألف ورجال راتبه عشرين ألف وهم أخوانهم في بيت واحد لكن شوف البركة أبو خمسة ألف في نهاية الشهر ترى يسلف أبو عشرين لاحظ ليست بعدد المال بل بالبركة الموجودة في المال وضحت الفكرة؟ لكن بعدد لكم أنا في رجال قطعت واردة أعتذر بشدة لكن أبيه تكلم الآن في هذا الوقت أسلام والله لعلي أنا تكلمت قبل شوي في موضوع الاستثمار أبيك تعيده؟ بإذن الله لأن موضوع الاستثمار ترى تلقاه يحوم حولنا كلنا وكل مننا يتمنى أنه يكون مننا روادة العمال ويكون له استثمار في جميع القطاعات ويكون مستثمر هنا وهنا لكن ترى الاستثمار الحقيقي وأنه أنت مفروض يكون عندك رصيد رصيد تقدر أنت تشفع نفسك به اللي هو الاستثمار مع الله في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلى الله عليه وسلم على رسول الله من كانت الآخرة أكبر أهمه أتته الدنيا وهي راغمة غصبا عنها غصبا عنها وهي راغمة ومن كانت الدنيا أكبر أهمه لم يأتيه منها إلا ما كتب له ترى المكتوب لك ممكن أنت بعملك وجهدك تغيره فالآن يعني ما شاء الله تبارك الله قناة الواقع يعني مقدمة مبادرة جميلة وفي أفضل الأوطان وفي أفضل الأماكن الصلاة في مكة تعادل بمئة ألف صلاة أنت تتصور معايا الصلاة في مكة تعادل بمئة ألف صلاة يعني أنت لو صليت الآن في مكة يعني البعض اجتهد وحسب لكن أنا باتكلم على حسبتهم لكن أنا والله ما حسب يقول أنك كنت إذا صليت صلاة واحدة في مكة كأنك صليت خمسة وخمسين سنة يعني تخيل صلاة واحدة في مكة بخمسة وخمسين سنة ترى هذا من لطف الله بنا لأن عمارنا من بين الستين إلى السبعين أنا حث بالله الناس تزور مكة وتصلي فيها لكن ترى بعض العلماء قالوا أنه كل أغلب الأعمال في مكة وكل الأعمال أنها مضاعفة يلسلل وبهذا القدر يعني أنت تخيل أنت لو تصدقت بصدقة تخيل أنها تحسب بمئة ألف صدقة ما أنت بلو تعويش مئة سنة ما أنت بقادرة توفذ العدد لكن مجهودات قناة الواقع تشكر وأسأل الله أن يكتب أجورهم والآن تشاهدون الآن على الشاشات اللي هو الباركود وتشاهدون التصاليح والترخيص شيء موثوق وأنت أي شيء بتقدمه والله أنا أقول لك والله أن أخلصتني والله ما يضيع وأنه تلقاه أمامك وتلقاه في عيالك وتلقاه في أهلك وأتمنى من الجميع أن يعني يبادر بالصدقة والله لنفسك إي والله إنها لنفسك ممكن أنت عندك شيء مشغل بالك ممكن أنت عندك شيء تبغاه وعلى موضوع الرزق يعني أدل بس على الصدقة أفضل رزق تدعيبه الهداية من الرزق الهداية فوالله إنه رزق كل شيء لا شيء يساوي الهداية فأنت تصدق بنية أن ربي يهدينا جميعا وأني يهديك وهذا ما عندي وأسأل الله الإخلاص وأسأل الله رب العرش العظيم أن يوفق كل من تصدق وأن يجزاه خير الجزاء وأسأل الله أن يعطيه حتى يرضيه اللهم أمي الله يعطيكم اللهم أمي الله يساوي اللهم أمي طيب هنا معنا يا شباب الله يبيض وجهك جميل حالك هنا معنا الآن أقل من عشر دقائق تمام اللي بنأخذ الآن على طول اللي عنده شيء باختفار لكن خلونا نبدأ الرجال ما شارك من بداية اليوم تفضل اسلم فيه رجل كان يتصدق يوميا بريال بريال يوميا سألوه ليش تتصدق يوميا بريال قال حتى تشمني دعوة الملك ما من عبد يصبح كل يوم إلا وله ملكان أحدهم يقول اللهم أعطي منفقا خلفا خلفا وأعطي منفقا تلفا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نغص مال من صدقة فيه حتى يأتي يقول لك كيف ما نغص مال من صدقة وأنا تصدقت مثلا عندي عشر ألف ريال صدقت بألف ريال نقصت أنا أقول لك لا ما نقصت تخيل هذه الألف لا سمح الله صار عليك حادث وممكن بألف هذا اللي دفعتها تتباع بها عشر ألف أو تتباع بها خمسة عشر ألف وممكن يشفي الله لك مريض أنا القصة هذه أنا فعلا تصدقت تصدقت بخمسين ريال يا سلام تمام ويوم من الأيام أنا مروح من الدوام ما أذكر شي إلا بالضبط جاني واحد مسلع من الشرع الثاني طلع الرصيف ونزل عليه في الشرع الثاني الله بينه وبينه شعاره جاي المسلع لحظتي أنا تذكرت الخمسين ريال اللي صدقت بها وممكن الله كفاني هذا الحادث ممكن الخمسين هذي اللي صدقت بها ممكن تكلفني مبالغ ممكن تكلفني حياتي فالصدقة تدفع عنك البلاء وسلامتكم الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك وتعليقا على كلامك صنائع المعروف تقي مصارع السوء صنائع المعروف تقي مصارع السوء طيب الشباب الهنا يبيض شاركنا السلم موضوع الصدقة الصدقة تجارة مع الله ما تبور وتزيد وموضوع الوقف قصة بسيطة عن الصدقة حصلت في المدينة في عد النبي صلى الله عليه وسلم في صحابي اسمه أبو طلح الانصاري وكان عنده بستان مشهور بالمدينة رب أنه أغلع عقارات المدينة البستان هذا كان النبي يستضل بيضله ويشرب بماءه وكان يعدب الماء فيه ذاك الوقت نزلت آية لن تنالبر حتى تنفق مما تحبون راح للنبي عزيز السلام قال يا رسول الله هل صحيح الآية هذه قال نعم هو رجل مقتدر وغني قال إذن يشهد الله إني وهبت هذه المزرعة ومزرعة كبيرة ملك كبير لله سبحانه وتعالى هي الصدقة لله سبحانه وتعالى فقال النبي عزيز السلام بورك لك مالك فالصدقة تزيد المال نعم وتبارك فيه ولن تكن أكرم من الله سبحانه وتعالى اليوم ومش الميتين ولا الثلاثمية تصرفها في يوم لو تصدق فيها زادت يبي كرم كالله كرما أطيب منها وقصص كثيرة في الصدقات تحدث على ناس قريبين منك مني ونصل الله التوفيق وبيض الله أعجيك ولو نرحنا الآن أخذت منكم واحد ولا ثانين ونرحنا تمشينا في كافي ما حنبطل عندنا 300 ريال أو 400 ريال حلاو كافي وهي ثانية صح ولا لا لكن الثلاثمية هذه إذا شاركت بها في هذا الوقف اللي الآن بإذن واحد لحد الشباب يطلعونه في الشاشة والباركود في أقل من 20 دقيقة تمسح الباركود يدخلك على طول مباشرة على المتجر خطوات سريعة وسهلة ويسيرة في أقل من 20 ثانية وانت تبرعت وانتهيت اللي هو عندنا 300 ريال وعندنا 200 ريال وعندنا 100 ريال سهم الفرد سهم الوالدين وسهم الشام اللي هو سهم الأسرة اللي هو 300 ريال طيب في أحد بشاركي شباب السلام أنت اللي عندك رواية أنت صاحب الرواية الله لتحب الرواية حنا نتكلم فالوقف نتكلم يا سلام حنا نبي أصر الوقف صلوا على النبي الله صلوا على النبي ويجيه رفيقه قال له يا ولد أنت راح أكفر لك يتيم أنت قال يا أخيانا ما أقدر أسويك برشارة يعني ما أقدر يعني ما أقدر يعني أدوب أعيش اللي عندي قاعد يأودي يروح أكفر يتيم أو لا قال يا ابن حاول ويجيه الرجل قال له وش يسوي ويصبح الفجر ويروح وشهريا ثلاثمائة ريال شهريا من راتب في ناس تقول أنه ما كان يلقى شي يروح يكد وثلاثمائة ريال هذه شهريا لا يتيم كافر الذي يتيم في دار اليتام والله يغنيه علىها الآن من تجارها من دينها من أورا من أغنى الناس وعندهم مساجد وكله من الكافر هذا بس أنوش أنت بي الله يوفق يوم أنك تكفر اليتام إنوها لله عز وجل كذا من صافي قلب وإذا ما الله أرزقك وعوضك ما بعد الله الله يجيه يرزقك ويجيه يعوضك بس إنوها لله لا تقول أنا سأسويت ولا يفلان أنا بسوي لا مديت بيدك أليمين ما تدري عنك يدك أليس والله أنه يوفقنا ويوفقو إذا تبعون قصة نبقى قصة تعليق على كلامك يقول بالقيم من أجمل مقولاته في الخلاص لله عز وجل ويوم تقول تدعي أنت يخل كلامك أن الله عز وجل يجعل ما أنا خالص وأنت كذلك يقول بالقيم قلب قلب من ترأيه اشتر رجالي أنت رأيه بالعمل قلب من ترأيه بيدي من أعرضت عنه أنت في صدقتك ما جعلتها لله أعرضت عن الله ورحت عطيتها ذاك الرجال عشان يشوفك تبيت سمعة والرياء قلب من ترأيه بيدي من أعرضت عنه يصرفه عنك إلى غيرك فلا على ثواب المخلصين حصلت ولا إلى ما قصدت به من الرياء وصلت فلا هذا ولا ذاك شوف كلام نعم لنت منه منه ولنت لي منه سبحانه والله ضيعها كلها وهذا الضيع لأنه ضيع حق الله عز وجل ومن يضيع حق الله ضيعها الله هذا هو هذا هو إذا مسحت مسحت اليتيم أجرها عظيم مسح عراص يتيم أجرها عظيم فما بالك إذا أنت كفرت لك يتيم هذا واحد من ربنا ولا قطع سهلا فهدك ولا قطع سؤالكم جميع ما هم من ربنا من أصدقائي خاصين من أكساك حطا راحوا كفله يتيم ولا علم حد حتى أخوانه ما علم حد ولا علمها له قال لله بدون ريق ويروح مع رب عله قالوا بنسافر ونكشت قالوا يا الله والله أنا معكم يقول يوم قد هم رايحين يقولون هم يتهاوش هون قال نزلوني هنا والله ما خويكم نزلوني جنب الخط ما عليكم مني وعي على عمره لين نزل وراحوا خاذا لا تأكسوا عود البيت يوم عود البيت الاتصال جاية السلام عليكم محسن الله عزاكم في هالفنا كلبوهم راحوا قطع لا يعلمني هو براسه يقول والله ما منعني إلا كفالة يمكننا كفالة تريتيم اللي كفالته أنا سبحان الله لا حديث تغرب لجر ونرجع الموضوع صناعي على المعروف تقي مصارع السوء نريد أن نخطب واحد منكم في قضية الوقف اسلم من قل سالم للمعنى دقيقة اسلم نديك نديك دقيقة على الوقف سبحان الله ما تدفع مبلغ إلا يزيط ويتدبل لن تكون أكرم من الله وأنت اللي محتاجها الإنسان كلنا محتاجينها هذا في واحد عن موضوع الصدقة ولكن هذه مساهمة في وقف وأجرها وكفالة يتيم وجورها مضاعفة عند الله سبحانه ولكن تصدق المبلغ وتدبل المبلغ اللي جاء في إحدى المدارس كان الظاهر أنها الفراش جاء يوم عيد ورب أسراه وعنده مشاكل قالوا أنه بيشتري غراض العيد ولا يملك شيء وفي إحدى المدرسين جوه قال وين يدلوني عليه جاء وعطاه أربع تلاف وخمسمية ريال أو خمس تلاف ريال معونت له وصدق لله سبحانه وتعالى صدق لله سبحانه وتعالى يوم انتهت واخذ فترة وعنده ورشة حدادة ورشة الساعة عشر بالليل مظلمة جاء مقاول ووقف عند الورشة هذه مبدل ورش كلها ورسع عليه مشروع بربع مئة وخمسين ألف ريال فكيف أنت ساهم في وقف الله أكبر الله أكبر زاكر الله خير بيض الله أجيك والله العظيم ما دل كيف الوقت تمر بسرعة ومشع علينا الآن تقريبا حول الساعة حين معكم ولو دققنا ما أتوقع أنها ساعة لكن سبحان الله مشت على طول بيض الله أجيكم جمل الله حالكم الله يرفع قدركم ويعليشانكم كان الوقت معكم جدا جميل وممتع لكن لا أخلوني أختم من أمام الشاشة يا باغي الخير يا من تريد الجنة يا من تريد السعادة يا من تريد التوفيق وصلاح الأبناء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا باغي الخير أقبل أقبل على هذا الوقف اللي اليتيم الآن ينتظرنا أن نصنع ابتسامته دائما معكم وفي الحديث دائما معكم رعد البتال تمتم بوت بعد ذلك يا شباب الله يرضى عليكم نفسوا على خير ودعناكم الله الله يرضى عليكم ومبيض الله جيكم يا ربا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر